المبادرة اللي بيقدمها السفير يكون لها وقت ما يتجاوز عشرين دقيقة أي أحسنت طيب بنعيد الأربع نقاط عشان مو بك راح تقول ما دريت من اللي عيد واحدة واحدة واحد هذا مشارك من سدح بدون ما نقوله يلا قول المبادرة 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 ممتازة أب أخذ اثنين من هنا الاثنين اثنين أثر على الشباب لا ما قلت كذا أنا تفاعل المتسابقين ها تفاعل المتسابقين باقي واحدة السام يا الرابع يهدو ها ها يقول كلها المتسابقين بيض الله أوجهك بيض الله أوجهك الكل حتى في البرائم حلوة حتى في البرائم ركز عليها بيض الله أوجهك طيب أبادكم كمانا كده نبدة مختصرة عن الوقف طبعا الحلقة اليوم تكون إن شاء الله خفيفة ما رح نطول فيها أصل وقتها لترى تسعة ونص بس اليوم كذا صار في شوية خربطة لكن إن شاء الله يتفادونا في جعلني والله مع دمك أبعطيكم فقط اللي هو الوقف بشكل مختصر أي تفاصيل بتكون إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله طيب هو طبعا اسمه وقف اليتيم الأول عمو lys ناخدها حبّة حبّة وقف اليتيم الأول التابع الجمعية البر الخيرية في وادي عموت في منطقة جاذن الصواب جاذن syllable ؟ جاذن جاذن والله أنا ما دفعوا بشي الصحة صلو بس لس لس طيب في اللوحة جاذىن؟ خلاص ، نعتمد اللوحة وقف اليتيم الأول التابع الجمعية البر الخيرية في وادي عموت في منطقة جزان طبعاً يا إخواني الجمعية مرخصة من المركز الوطني لتمنى القطاع غير الربحي برقم 696 هذا رقم التصريح لللي بيسال عنه وبيكون إن شاء الله ظاهر على الشاشة طيب خلونا يا إخواني كده ناخذ الوقف هذا يرعى الأيتام هذا الوقف يرعى الأيتام الجمعية عندها مجموعة أيتام تكفلهم فهو يرعى هذا الأيتام يحقق احتياجاتهم عند الجمعية 15 باب من أبواب البر اللي تصب في صالح من؟ في صالح اليتام ناخدها واحدة واحدة أو خلنا نقول من ضمنها الكفالة الشهرية شمع الكفالة الشهرية؟ كل شهر عشرة أحسنت كل شهر ما بالله يدفع فيصي كفالة لهذا اليتام ثم السلة الغذائية ثم السلة الرمضانية الرمضان قريب السلة الرمضانية بعدها سقي الماء للأيتام ثم ترميم المنازل وهذا مشروع عظيم جدا يرموهم منازل للأيتام كذلك دفع الإجارات اليوم يا أخواني كل واحدين ينكميش يلهم الإجار لأن الله مغنيه ومعطيه مسترى فيه فئة من هالأيتام عندهم مشكلة مع الإجارات لا يقدرون أن يسددون فالجمعية قاعدة تعينهم بفضل الله ثم دعمكم ووقفتكم إن شاء الله عندهم كذلك برنامج فصحة اليتيم في المدارس بعضهم ترى ما عندها الفصحة التي تاكل فيها تسديد فواتير الكهرباء وهذا مشروع مهم جدا لأنه بعض الأسر ترى يكفر عليهم الكهرباء فينتظرون لأن أحد يسدد عنهم فتخيل تعيش في الضلام في كذلك عندهم شيء اسمه هدية اليتيم هدية يعطونهم مثلا في العياد في المناسبات عندهم الحقيبة المدرسية وكذلك عندهم كسوة العيد غير الهدية الكسوة نفسها وفي كسوة الشتاء وحنا الآن مقبلين على شتاء وبرد قارس كسوة المدارس وعندهم تدريب الأيتام تدريب في مجالات متعددة عدة مهن وعندهم علاج الأيتام وهذا من المشاريع الضخمة يا أخواني اليوم لو أحد فينا مرض أو من اللي نعرفهم ترى سهل تودي أي مستشفى صح إما عندك تأمين طبي ولا عندك المال اللي تقدر تدفعه وممكن تعرفون بعض المواعي تتأخر ببعض المستشفيات فهذول يعالجونهم بفضل الله ثم دعمكم ووقفتكم طيب في عدة أسهم وهذه مهمة جدا سهم الكفالة الدائمة 300 ريال تكفل بها يتيما مدى الحياة تخيل ب300 ريال تكفل يتيما مدى الحياة يا أخواني ترى شيء مبسهل هذا عن نفسك تبي تكفل عن والديك تدفع 600 ريال 300 عن أمك و300 عن إيش؟ عن أبوك وتكفل عن أسرتك كاملة 900 ريال طبعا شيء مهم ببني يعرفون الناس قيمة الوقف صح؟ طبعا هذا الوقف يا أخواني هو وقف استثماري في جازان الريع كامل يروح لهذا المشروع مشروع اللي هو الأيتام أو المشاريع اللي ذكرنا مشاريع الأيتام تكلفة إنشاء خمسة عشر مليون انتهوا من المرحلة الأولى اللي هو شراء الأرض تكلفته خمسة مليون المتبق الآن كم؟ عشرة مليون اللي هي المرحلة الثانية منه شوف يا أخواني أبعيد اللي قلت قبل شوي ودي تركزون فيها النقطة قلنا يا أخواني أنه اللي يجي من أجل الحصول على مركز هذا مشروع لكل أحد صح؟ وهذا هدف لكل أحد صح ولا لا؟ وذكرنا أنه في مجموعة متسابقين بيأخذنها الجوائز صح؟ صحيح طيب اللي ما طلع بالجوائز ترى بيطلع بأجر عظيم كونه ساهم في اكتمال وقف اليتيم الأول التابع الجمعين لتلبر بوادي عمود بجازان اليوم يا أخواني هذا المشروع لازم يكون مشروعنا والله أكون معكم صريح يمكن من أكثر البرامج اللي متفائل فيها جدا أنه هذا الوقف سيكتمل بفترة ليست طويلة أنا أخواني قاعد أتابعكم من فترة وقاعد أقول هالرجال إن شاء الله على يدهم يكتمل الوقف وأثق تماما أنه أنتوا قدها بإذن الله ثقوا تماما ترى أنا فقط أجي ساعة بربر ويمشي لكن ترى العمد عليكم بعد الله الهم إذا صار كل واحد فيكم يشيل هذا الهم والله العظيم أن يكتمل ترى عندك ناس جاهزين معطاء وكريم وشاهم ويشيل هم الفقير والمسكين كيف إذا كان يتيم والله العظيم أن يعطي وأن يدفع من حر ماله عشان فيكتمل هذا الوقف لذلك أخواني ترى الحمد عليكم ثقيل لكن أنتم جبال والثقال عند الجبال ترى ماهي بشي سم الآن بقى عشرة مليون بس نقلتها عني ضارة ولا كيف يا أخوان حلقت ولا باقي حلقت ولا باقي تمام أمورك عشامريون السفراء والمتسابقين جميعا الكل سفير مهمته أنه يحث الناس على الدعم يا أخواني